ومين فينا بشتكيش من القلون العصبي؟ ومين فينا بشتكيش من الانتفاخات والغازات؟ مين فينا بشتكيش من الامساك والإسهال؟ واحدة من أكتر الشكاوة الطبية اللي بنسمحها من الناس وأكتر من نص عدد الناس تقريباً بشتكي من الشكوى دي اللي بنسميه الـ IBS أو الـ Irritable Bowel Syndrome أو تهيج القلون العصبي أو متلازمة الأمعاء المضطربة أو متلازمة القلون المتهيج على العموم مهما كانت المسميات ولكن الشكوى واحدة هنعرف حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى إزاي نتخلص تماما من مشاكل القلون العصبي بشكل أبدي وشكل نهائي هنقول بعض التعليمات وبعض الممنوعات المفروضة نتجنبها في الأكل بتاعنا وكمان هنقول على بعض النصائح المهمة جدا اللي لازم نلتزم بها إن شاء الله في خلال أسبوعين إلى شهر بكتير جدا هتكون الأعراض اختفت تماما بفضل الله تعالى طبعا شدة الأعراض اللي احنا قلنا عليها من قلم في البطن من كركبة في البطن من مغس من تشنجات في الكولون كل الحاجات اللي احنا بنسمحها من الناس دي امساك أو اسهال وفي بعض الناس كمان بيجي لها امساك أو اسهال بالتناوب يعني مرة امساك ومرة اسهال الغازات الرائحة الكريهة كل الأعراض اللي احنا بنسمحها من الناس دي بتختلف طبعا شدتها من واحد لوحد نبدأ بقى نكتب مع بعض ونبدأ بقيمة الحاجات الممنوعة او الاكلات المفروضة نتجنبها تماما من حياة وزي ما قلت ان شاء الله في خلال فترة قصيرة جدا انت فعلا هتحس بفرق كبير قبل ما اقول طبعا قيمة الممنوعات لان هيكون فيها طبعا ممنوعات كتيرة جدا ففيه ناس تقول وهترد عليها في التعليقات لان باسمع الرضي دي دايما انت بانت كده منعت مننا حاجات كتيرة جدا احنا هنأكل ايه? اظن من كتر الناس اللي بتتلضد على عيادات الاطباء الناس اللي فعلا بتشتيك من القلون العصبي ومن تهيج القلون العصبي وليهم سنين بيتابعوا مع الاطباء وما زالت المشكلة قائمة عندهم متحلتش ليه لانه هو ما ازلش السبب الرئيسي اللي بيسبب تهيج القلون العصبي كل اللي بيعمله انه بيروح للدكتور وبياخد ادوية وحكم على نفسه خلاص انه هو بقى مريض قلون العصبي الى الابد وما عندهش استعداد او مفكرش او مفيش حد نصحه قبل كده انه يغير شوية في طبيعة الاكل بتاعه هيلاقي فرق كبير جدا ويستغنى عن الادوية للابد فلو انت شايف انك تقدر تستحمل الالم المزعج بتاع القلون العصبي وعايز تاخد ادوية طول عمرك خلاص ماليكش دعا بالحلقة دي لو انت فعلا عايز تتخلص من المشكلة دي بشكل ابدي بقى لازم تتقبل شوية قيمة الممنوعات اللي احنا هنقولها لانه دي مصلحتك في الاول وفي الاخر نبدأ باول حاجة في الممنوعات وهي الجلوتين الجلوتين بكل اشكاله قبل كده انا دايما في الحلقات بتاعتي كنت بقول الجلوتين اللي في الامح ولكن لو انت عندك مشكلة في القلون هنتجنب جميع انواع الحبوب مش الامح بس الامح والديق بكل مشتقاته طبعا والخبز والمغبوزات والقرواصون والمعجنات وكل الحاجات اللي احنا بنحذر منها دي علشان الجلوتين اللي فيها وكمان المرة دي هنزود الشفان والشير يعني كل الحبوب اللي بتحتوي على الجلوتين تاني حاجة هو طبعا السكر والمحليات الصناعية انه هو بيساعد على تخمر البكتيريا في الامعاء وبينتج منها طبعا انتفاخات والغازات المحليات الصناعية وحتى اللي وجدوا انها بتخرب البكتيريا النفعة اللي في الامعاء عندك مع الاستخدام فعلشان كده احنا بقوله السكر بكل انواعه واشكاله تالت حاجة هو اللبن او اللي بنسميه الحليب او الملك الناس كتيرة جدا عندها حاجة اسمه او ما بيتحملوش السكر الحليب اللي هو موجود في الحليب بشكل طبيعي وبيعملون كركبة وانتفاخات فعلا وبيجدوا راحة كبيرة جدا لما بيوقفوا الحليب رابع نقطة وهي البكوليات من الحاجات الصعبة جدا في الهضم عندي ناس كتيرة جدا وخاصة المرضى القلون العصر الاربع دول كافلين بوجود فرق كبير جدا في حياتك في خلال اسبوعين قبل ما نقول كمان قيمة الممنوعات اللي لسه جاية او بعض النصائح كمان المهمة اللي احنا نقولها يعني لو انت بس فكرت في الاربع دول اللي هو والسكر والبكوليات واللبن او اللي هو الحليب دول هيعملوا معك فرق جوهري وفرق كبير جدا رقم خمسة وهي الخضرات هنوقف طبعا البصل والتوم والارنبيت والبروكلي والقرومب ومعظم الحاجات اللي هي مشهورة عند الناس انها بتعمل انتفاخات او غازات ولكن هنيجي بقى في بقية انواع الخضرات هنمشي بنظرية اسمها نظرية الاستباعات يعني ايه هنوقف كل انواع الخضرات وبعد كده نبتدي ندخل صنف صنف ونشوف او نلاحز ايه اللي بتعبني لان وارد جدا انا مسلا بتعب من الفلفل الاخضر بيعمل انتفاخات وغازات ممكن واحد تاني بتعب من الورقيات الخضراء وهكزا فدي ما نقدرش نعممها على كل الناس كل واحد يجرب جسم وشوف ايه اللي بتعبه يستبعده فورا من القايمة بتاعته النقطة اللي بعد كده الاكل المقلي والزيوت المهدرجة او اللي هو من سميه السمن النباتي او الزيوت المصنعة والاكل المقلي في الزيت العميق كل الحاجات دي جدا صعبة جدا في الهضم غير انها برضو بتخرب البكتيريا النافعة في الامعاء عندك. رقم سبعة التوتر او الضغط العصر. طبعا زي ما هو واضح من الاسم واسمه تهيج الكولون العصر. يعني مرتبط بشكل كبير جدا بزيادة هرمون الكورتزول او هرمون التوتر. وده بيجي منين? من الاكتئاب من الزعل من التفكير الكتير من الاجهاد والشغل الكتير جدا من السهر. كله ده بيزود هرمون الكورتزول او هرمون التوتر. طيب ازاي اتجنبه على قد مقدر? الرياضة من ضمن الحاجات المهمة جدا واللي بتساعد في تخفيض هرمون الكورتزول او هرمون التوتر. وابعد عن الاسباب اللي بتأدي للزعل او ارتفاع هرمون الكورتزول عندي على قد مهاد. رقم تمانية تجنب اللبان والتدخين. ليه? لان هما بيدخلو لك هوا في الامعاء بتاعتك وهود الهوى بشكل متكرد ده بيساعد في عملية التخمر وعملية الغزاء. رقم تسعة الافراط في القهوة والكافيين او الافراط في الشوكولاتة كمان. كل الحاجات دي بتزود من اعراض القلون العصبي. لو انت مريض قلون العصبي لازم تتجنب تماما التلات حاجات دول او تقللهم على قدر الامكان لاقل حد موقع. رقم عشرة واخر نقطة فكامة الممنعات انها هنتجنب على قدر الامكان جميع الاكل المصنع والمحفوز في علب على الرفة في السوبر ماركت. ليه? لان المواد الحافزة اللي فيه الاكل ده بتسميه اكل ميت. اكل ميت يعني ايه? يعني اكل مش فريش او اكل طازل. بيخرب كمان البكتيريا النفعة او اللي هي البكتيريا المفيدة الموجودة في الامعاء عندك اللي هي بتساعد على الهضم بشكل جيد. على بعض المصائح المهمة اللي هي بتعتبر جزء اساسي من خطة العلقة. اول حاجة الاكل ببطء والمضغل جيد للطعام. عملية هضم الطعام نفسها بتبتدي من الفم. فلو انت اكلت بسرعة الاكل بتاعك هينزل للمعدة وبعد كده هيمر الامعاء مش مهضوم بشكل كويس وعلشان كده هيساعد على التخمر وظهور الغازات والانتفاخات ويزود المشكلة عندك. تاني نقطة لو انت عندك مشكلة في المعدة. عندك مسلا قرحة في المعدة. لو بتاخد ادوية حموضة لفترة طويلة. كل ده بيقلل من انتاج حمض المعدة بتاعك. وحمض المعدة قبل كده اتكلمني عليه في حلقة حمض المعدة اللي كنا عاملينها برضا واسيب لكم الرابط بتاعها. مهم جدا ومفيد في هضم الطعام. يعني الاكل بتاعك لما بينزل المعدة من ضمن خطوات هضم الطعام بشكل جيد علشان يمر الامعاء بيكون اسهر في الهضم بعد كده ومتسلسل عناصر منه. حمض المعدة بتاعك يكون كويس. علشان كده في حل كمان كويس جدا لان احنا نجرب خل التفاح العدو. هناخد معلقة صغيرة على كباية مية بعد الاكل مرة واحدة في اليوم. ما يناخدوش على معدى فاضية لانه بيعمل التهابات مع الناس كتيرة جدا لانه حاجة قوية او حمض قبل. تالت نقطة الصيام وعدم الاكل المتكرر. يعني الصيام زي الصيام المتقطع او الصيام الاسلام الجاف من الحلول الكويسة جدا ليه? بتدي فترة للمعدة بتاعتك وفترة للكلوم بتاعك ان يهضم الاكل وانه ياخد راحته خالص ويتخلص من كل الاكل اللي موجود في المعدة. لكن الاكل المتكرر كل شوية انت كده الاكل نازل وراء بعضي ما بيلحقش يتخدم معدتك ما بتلحقش ترتاح. مش مدي فترة كويسة للجهاز الهضم بتاعك والمعدة بتاعتك والاكل بتاعك انه يرتاح او يخرج الاكل اللي موجود واللي متخزن. طبعا نقطة في النصائح ان احنا نتجنب اكل كميات كبيرة جدا من الطعام واللخبطة في الاكل بتاعنا. يعني ايه ما توصلش لحد التخمى. مش لازم تاكل لحد ما تملى معدتك على الاخر. وكمان اللخبطة واكل اصناف كتير جدا في نفس الوجبة. بنشوف طبعا والوجبات المفتوحة ونحنا نحط اكتر من صنف على الاكل. والنوع واللخبط كتير ونختم كمان بالحلويات وراها بعد الاكل. بعد الاكل ما ناكلش حلويات خالص لان الحلويات هتساعد على التخمر اكتر وهتزود المشكلة اكتر. نقطة اللي بعدها انك تاخد حاجة اسمها برو بايوتيك. برو بايوتيك دي اللي هي شبه البكتيريا النفعة اللي بنسميها المايكروبيوم اللي موجودة في الامعاء عندك. هتخدها على شكل كابسولات بتشتريها من الصيدلية او موجودة في منتجات طبيعية. زي مسلا الجبنة الريكفورد او الجبنة الزرقة زي الزبادي زي الالبان المتخمرة كل دي مصادر للبكتيريا النفعة اللي هي بتساعد اكتر في عملية الهضم بتاعك. اخر نقطة بقى احب اتكلم فيها وهي نقطة الفاكة. ومرتبط معها نقطة مهمة اسمها اسمع لجسمك. يعني تشوف جسمك بيتعب من ايه? وتجنبه تماما. لو انت بتاكل الفاكهة بعد الاكل وبتلاحظ فعلا انك لما بتاكل الفاكهة ورا الاكل بتتخمر في معدتك والغازات عندك بتزيد والكلون عندك بشد عليك اكتر وبتهيج عليك اكتر يبقى تجنب الفاكهة تماما بعد الاكل. ولكن انا شخصيا مسلا لما باكل الفاكهة مع الاكل او بعد الاكل مش بتعمل لي المشكلة دي يبقى انا جسمي عارف يتعامل معها وما فيش اي مشكلة. يعني باختصار ما اقدرش اقول او اعمم ان الفاكهة بعد الاكل غلط او الفاكهة مع الوجبات غلط. كل واحد يشوف جسمه ويسمع لجسمه زي ما احنا بنقول. وتابعا عظم الافراط في اكل الفواكه بصفة عامة وبكميات كبيرة جدا لانه سكر الفرق طوز اللي موجود في الفواكه برضو بيساعد على التخمر اكتر في الامعاء وتعيد مشكلة القلون العصب وتهيجه بشكل اكبر. في نهاية الحلقة اتمنى ان شاء الله ما فيش حد فينا بالفعل ما مرش بمشكلة القلون العصب والانتفاخات والغازات. فساعدوني وننشر الحلقة علشان معلومات توصل للناس. اللي سمع الحلقة وعنده مشكلة القلون العصبي او الانتفاخات او الغازات يريد بس يجرب خطة العلاج اللي انا قلتها بدون اي ادوية تماما ويشوف الفرق فعلا بعد اسبوعين او بعض شهر كمان. بازن الله تعالى في خلال شهر هتكون المشكلة من عندك اختفت للابد بلا رجع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته